السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم من درسان جديد إذا كنت في المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو اللي يصلكم كله جديد نتكلم في هذا الفيديو عن 125 اسم من اللغة العربية اللغة الإنجليزية اسماء إناف أي الاسم باللغة العربية نكتبها باللغة الإنجليزية البعض يجد صعوبة في كتابة اسمه الشخص الذي لا يجد اسمه في هذا الفيديو يكتب لي أو يترك تعليق في قسم التعليقات ويكتب الاسم المطلوب كتابته وإن شاء الله بكتب ليه باللغة الإنجليزية إذا نتابع معايا في هذا الفيديو 125 اسم أنثى تبدأ اسماء هنا بحرف الألف انجي انجي ألين لاحظ دائما ليا بيكون عندنا آي ألين أو ألين أماليا أماليا أسيل أسيل بيكون عندنا حرف كما قلنا آي أغادير أقادير عندنا حرف الغين بيكون جي أتش أقا دير أيار أيار إذن إنجي ألين ألين أماليا أسيل أقادير أيار بس دائما بيكون عندنا إنجي حرف A أنا هيد لاحظ أنا هيد أوركيد أوركيد أثير 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 أليس أليس أرينا إيرينا إشراق إشراق إذن أنا هيد أركيد أثير أليس إيرينا إشراق أنيس أنيس آمال آمال انتصار انتي سار أماني آماني انصاف انصاف أريج إيثار لحظ إيثار أنيس آمال انتصار آماني انصاف أريج إيثار أ يات ابتهال ابتهال إحسان إحسان ابتسام ابتسام إلهام إلهام أميرة آميرة آيات ابتهال إحسان ابتسام إلهام أميرة أميمة لحظ أميمة أفنان إسرا إلاف آية آلاء أسماء أميمة أفنان إسراء إلاف آية آلاء أسماء أمامة آمنة آمنة أمينة إيمان أسيلة أسمهان أمنية أمامة آمنة أمينة إيمان أسيلة أسمهان أمنية أهلام أروى إكرام إحسان أشركت إذن لاحظ أش را كات إش را كات إس تبرك إذن إس تبرك أهلام أروى إكرام إحسان أشركت إشراك إس تبرك إذن أنغام أجاويد أجواد أرجوان أريام أثيرة إذن أنغام أجاويد أجواد أرجوان أريام أثيرة أرين أزاهير إسلام أكلاس أنعام ابتهاج أنهار أفتكار أماليا أنسام أماندا انسجام انشراح أنصار أنصار أماليا أنصار أماليا أنديرا أمجاد أيانا امتثال أمارة إنصاف أماليا أنديرا أمجاد أمتثال أمارة إمالا أندي ألم أثيرة أراندا أنعام أكتمال إمالا أندي ألم أثيرة أراندا أنعام أكتمال ألم أقاريد ألحان أفكار ألطاف ألماس أليفه أسير أسوء ابكار أسل إن إشفاك أمتنان أستر أسرار آسرة أسمهان أزهار أستاج أروى أريها إزدهار إزدهار ينفف مقاطع ودائما حرف الي يقبل حرف آي آرام أرام أشجان أشجان دائما عندنا أش بيكون عندنا أس أتش سويتها ألهام أجلال لماذا ممكن شخص يقول عندنا حرف الألف لازم يكون حرف آ لكن عندنا هنا كسرة إي عند إذن نستخدم حرف آي أج ياد ملاحظين أج ياد بهذا الحالة فتحة عند إذن نستخدم حرف آ إزدهار آرام أشجان إلهام إجلال أجياد أتارة أجيال أريام أثناء أثراء أو إثراء أثمار أجراس أتيا أثيرة أتارة أجيال أريام أثيرة أثراء أو إثراء أثمار أجراس آتيا أثيرة أسينات الأنود أليس أفلن أغسان أو أكسان أفاك إعتسام أسينات العنود أليس أفلن أغسان أفاق إعتسام إصلاح إصلاح آسيا أسيرة أسمهان أستوريا طبعا يكون عدنا دائما حرف الألف يكون مقابله A وعدنا حرف الي بيكون عدنا حرف E وحرف الواو بيكون U يعني بيكون الواو أو الضمة إذن هنا الضمة بيكون عدنا U وعدنا الكسرة بيكون عدنا I وعدنا الفتحة بيكون عدنا حرف A لاحظ أسلاح أ أسلاح طبعا حرف الـ H بيكون حرف الها وأيضا عدنا حرف الح إذن بالإنجليزي لا يجد عدنا حرف ح إذن الها والح بيكون عدنا حرف H أسيا لاحظ أ أس ي لاحظ ي وعدنا ألف بيكون كما قلنا حرف اليا هو بيكون حرف الآي والألف بيكون عدنا حرف A أس ي أيضا لاحظ أس بس إحنا نضيف عدنا الر لدينا الر وت أسي ر إذن أسي حرف اليا هو الآي عدنا ر أسي ر أسمه أس ما هان لاحظين بهذا الشكل أس ما هان إذن ثلاث مقاطع أو نسميه ثلاث مقاطع أس ما هان استوريا لاحظ أس تو ر يان عدنا حرف الواو أو الضمة كما قلنا حرف يو إذن دائما نتبع الفتحة بيكون حرف A الكسرة بيكون حرف I الضمة بيكون حرف U لدينا حرف الخ بيكون عدنا K H حرف الغين G H وحرف الصاد بيكون عدنا حرف S إذا كان لدينا اسم حرف العين بيكون حرف A لكن إذا كان الهمزة بيكون حرف A مضاعف ممكن نكتبه كما قلنا A وحدة نكتب عنها بيكون A مضاعف لكن ممكن نحذف الحرف A الأول نضع و A ثانية إذا بهذا الشكل إذا دائما ننتبه الأسماء كل حرف مقابله حرف إذا كان عدنا A طويلة لا نضع دب E إذا ننتبه نضع حرف I وكل حرف من اللغة العربية مقابله حرف باللغة الإنجليزية ويكون عدنا حرفين إن شاء الله يعني بحاول كل الأسماء العربية كل فيديو بيكون حرف محدد مثلا بهذا الفيديو بدأنا حرف الألف يكون بعدنا عندنا البا تا ثا وهكذا بيكون عدنا 28 حرف أي إسم بيكون موجود بأحدى الفيديوات ممكن تترك تعليق كما قلنا وإن شاء الله بكتب لك هذا الإسم بهذا الشكل إنهينا درسنا هذا اليوم تكلم فيه عن أسماء مؤنثة تبدأ بحرف الألف كما قلنا في داعة الفيديو الشخص الذي لا يجد اسمه في هذا الفيديو ممكن يترك تعليق في قسم التعليقات ويذكر الإسم الذي يريد أن يكتبه في اللغة الإنجليزية وإن شاء الله بكتبه لهم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك من القناة وتبحث زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته